في منطقة رصفات بمعتمدية جرجيس وأمام عدم تمتع مواطنية المنطقة بأية خدمات صحية في ظل غياب مؤسسة صحية بالمنطقة ما جعلهم يتكبدون مشقة التحول إلى وسط المدينة البعيد للقيام بأية خدمات صحية أمر عجل بمواطنية المنطقة بالتبرع بقطعة أرض والاعتزام بناء مركز صحة أساسية لهم بمالهم الخاص الدولة هي التوم هيش حبة تعطينا الموافق هكذا حاجتنا من مواقع من الدولة وإحنا هي قدوة جمعي واللي يخدمها الروح على المستوصف هذا اللي حاجتنا بهم عندنا حتى حاجة الناس من الأرض هذه عندها عام ولا أكثر تعطينا ولا خمسة سنين متبرعين بها والفلوز هذا موجود والدولة التوم هيش توفق مشكلة كبيرة برشا والمستوصف القريبية سنبعيد شوي في حالات معناها لا دغو ولا حاجة مشكلة كبيرة برشا لو خيارنا متبرعين بالوطاع حينا ما طالبين شيء كان مجهود خاص ما نتشرف على الدولة للحماية وكل شيء رأنا نبنوه ونتحمله كل شيء السلطة المحلية بجرجيس تؤكد من جهتها أن هذا المشروع سيشرع في إنجازه في حال الانتهاء من مختلف الإجراءات الإدارية تأكيدا على عزم المواطنين على إنجاز هذا المشروع بشكل طوعي وتضامني في إحداث مستوصف محلي بمنطقة رصفات أول موضوع هذا فمتم برمجته من طرف لدارة جهوية للصحة بمتنين والحقيقة فمتنين الله عنه مواطن غادي اتبرع بالأرض مشكور برك الله فيه وتم إحالة ملكية الأرض للمندوبية الجهوية للصحة بمتنين وإن شاء الله بالقريب العاجل يقع رصد الاعتماد وتمام المشروع في إنجاز مركز صحة أساسية بمنطقة رصفات خطوات عديدة بذلت الخطوة الأولى بتبرع الأهالي بالأرض والبناء في انتظار أن تتلوها خطوات أخرى من قبل الإدارة قريبا حتى يرى هذا المشروع النور